بريطانيا تقول إن الملياردار روسي المعارض بوريس بريزوفسكي الذي وجد ميتاً في بيته مساء السبت جنوب أنجلتيرا قد يكون توفي شنقاً حسب نتائج التشريح الذي أشرفت عليه وزارة الداخلية كل القراء تدعو إلى الاعتقاد بموته شنقاً رغم عدم وجود آطار مقاومة عنيفة أثناء الاحتضار تقول الشرطة البريطانية استناداً لتقرير الطبيب الشرعي المعارض بوريس نيمتسون بريزوفسكي لم يلعب أي دور سياسي خلال الأعوام الأخيرة إن القول بتأثيره في بعض الأحداث مجرد كلام لا أحد من المعارضة كان لديه اتصال به ولدين اتفاق داخلي على عدم التعامل معه لقد جاء ببوتين إلى السلطة ومواله وساعده بوسائله الإعلامية الضخمة ما صالح الطب الشرعي ستجري المزيد من الاختبارات على جثة بريزوفسكي مثلما سيتوصل تفتيش منزله لعدة أيام من طرف المحققين المتخصصين في المواد الإشعاعية النووية والبيولوجيا والكيميوية جثة بريزوفسكي البالغ من العمر 67 عاما عثر عليها هامدة في الحمام